السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن انشاء احد انظمة زراعة الاسطح على سطح احد المباني. اه وهو النظام الهرمي. النظام الهرمي هو نظام سهل وبسيط يمكن تنفيذه بمنتهى السهولة. اه هو عبارة عن اه مجموعة من حوامل خمس حوامل بشكل هرمي. اه المسافة من القعدة للقعدة مية وخمسة سنتي. المسافة من القعدة الى القمة هنا اه مية خمسة وتلاتين سنتي. تم تقسيم كل جانب من الهرم الى اه اربع هلالات بالشكل ده. ده حامل المسورة. والمسافة بين كل حامل والتاني خمسة وعشرين سنتي. يبقى هاخد اربعة النهيات دي. واربعة النهيات وفي واحدة فوق يبقى تسع مواسير بيشيلهم النظام ده. المسورة طولها ستة متر. فلابد من وضع خمس حوامل على طول الستة متر بمعنى كل متر ونص بنحط حامل عشان المسورة ما تنتنيش لتحت. نتيجة تحت تأسير الشمس. او تحت تأسير الطول. اه تنفيذ السيستم ادي سيستم مجموعة هي. وادي مجموعة تانية. تحت الانشاء هي. عشان اه اوفر فبس الاتنين دول بيشغلوا مطول واحد. حط الخزان هنا. ويغزي المجموعة دي. ويغزي المجموعة دي. بنصح تنفيذ انظم زراعة الاسطح على اسطح الجامعات والمؤسسات الحكومية والجامعات بصفة خاصة لتدريب الطلاب والخرجين على الزراعة المائية.